واخيرا عثر على رجل منتحرا داخل زنزانته في سجن يوسف شتات بفييننا حيث يعتبر من ابرز لصوص البنوك في فييننا ولينز وقد اشتهر الرجل بارتكاب عمليات سطو على المؤسسات المصرفية حيث ادين بسبع عمليات سطو والتهمة بمحاولة القتل وكان محتجزا منذ ابريل وقد اكتشفت الجثة للرجل وبجانبها رسالة وداع في زنزانته ويذكر انه بعد الافراج عنه في عام 2017 عاد الرجل وارتكب سلسلة سلسلة عفوا من الجرائم وهي بعض هذه العمليات كان يرتدي الحجاب الاسلامي ويلون شفتيه باللون الاحمر وعيش كتير بتشوف كتير كانت هذه النشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هوتفكم كنت معكم انا احمد مراد نهاية اسبوع سعيدة والى اللقاء